اشتركوا في القناة برئيسة مجلس النواب البحرينية طالبا سيادته النقل تحيات الى اخيه جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ومشيدا بمتانة وقوة العلاقات المصرية البحرينية وما تتميز به من خصوصية وتوافق في وجهة النظر والرؤى تجاه كافة القضايا مؤكدا سيادته حرص مصر على تطوير تعاون الوثيق والمتميز بين البلدين الشقيقين على شتى الاصعيدة ومشددا على موقف مصر والتزامها الثابت تجاه الحفاظ على امن الخليج من جانبها نقلت رئيسة مجلس النواب البحريني الى السيد الرئيس تحيات جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة مؤكدا اعتزاز الحكومة والشعب البحريني بما يجمعهما بمصر وشعبها من اواصر تاريخية وطيدة وعلاقات وثيقة في مختلف المجالات وحرص البحرين على تعزيز التعاون مع مصر على كافة المستويات ومشيدة في هذا الاطار بالانجازات التنموية في كافة ربوع مصر والتي تتعانق مع الحضارة العريقة التي تذخر بها مصر في كل ركن منها الامر الذي يعكس القيادة الحكيمة والرؤية الثاقبة من قبل السيد الرئيس كما ثمنت رئيسة مجلس النواب البحريني دور مصر المحوري بالمنطقة باعتبارها ركيزة اساسية لامن واستقرار الوطن العربي مؤكدة ان قوة مصر من قوة كافة الدول العربية ومشيدة بحرص مصر على تعزيز التضامن بين الدول العربية والدفع قدما بالعمل العربي المشترك واضاف المتحدث الرسمي ان اللقاء شهد التباحث بشأن سبل تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات لسيما على المستوى البرلمانية فضلا عن التشاوري ازاء المستجدات على الساحة الاقليمية كما اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع اللواء اركان حرب وليد ابو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية واللواء اركان حرب مختار عبداللطيف مستشار مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية واللواء محمد صلاح رئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية للانتاج الحيوانية واللواء مجد الطويل رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية للرمال السوداء والدكتور وليد محرز بهيئة المواد النووية والدكتور مجد السيد المدير التنفيذي لشركة اللقاحات ميفاك الاجتماع تناول استعراض جهود تعظيم القيمة المضافة للمعادن الاقتصادية المستخلصة من الرمال السوداء في مصر وقد تم في هذا الاطار استعراض خريطة المعادن الاقتصادية المختلفة المتواجدة على مستوى الجمهورية في الرمال السوداء فضلا عن تطبيقاتها الصناعية المتنوعة الى جانب استعراض مختلف المشروعات التي تطلع بها الشركة المصرية للرمال السوداء في هذا الصدد بالشراكة مع الخبرة الاجنبية وكذا الجدوى الاقتصادية والتكلفة الاستثمارية لتلك المشروعات والتجارب الدولية المماثلة وقد وجه السيد الرئيس بالتدقيق في كافة تفاصيل الدراسات الخاصة بمشروع تعظيم القيمة المضافة للمعادن الاقتصادية المستخلصة من الرمال السوداء وحوكمت كافة جوانبه سعيا نحو تحقيق الهدف الاساسي من اكتشاف الفرص الكامنة في موارد الدولة الطبيعية مع حسن ادارتها وتحقيق اكبر فائدة اقتصادية واستثمارية منها على جانب اخر شهد الاجتماع كذلك استعراض الموقف التنفيذي لاقامة وتشغيل مصنع لانتاج اللقاحات والامصال البيطرية وقد تم في هذا الاطار عرض خارطة سوق الانتاج الحيواني في مصر والجهات المنتجة للامصال واللقاحات بالاضافة الى الشكل العام المقترح للشاركة مع القطاع الخاص في هذا الصدد وقد وجه السيد الرئيس بالبدء الفوري في توطين تكنولوجيا تصنيع اللقاحات والامصال البيطرية في مصر بشكل متكامل الجوانب وذلك في اطار استراتيجية الدولة لتوفير الحماية المستمرة للثروة الحيوانية من الامراض الوبائية فضلا عن امتلاك القدرة في هذا المجال والعمل على الوصول الى الاكتفاء الذاتي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر